السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعسلام أحبابي وصحابي وعسلام الناس وكل مرحبا بولديتي وبنيتي واخوتي واخوتيتي في العالم العربي الكل في أوروبا وأمريكا وفي آسيا طوان أكيد مرحبا بيكم في المشرق العربي الكل ومرحبا بي كتبوا لي تعليقات ويحبوا يعملوا هجرة إلى الكندا وطالبين معلومات المرة هذي جبتكم فيديو روعة وتفصيل مفصل بالحرف وبطيئة جدا حتى لتفهموا كيفيش حتى كيفيش تعمر الوراق وحتى شنو تدخل وفين تدخل الأسألة اللي جاتني وناس تحب تفهم نتمنى أنكم تركزوا واللي مافهمش من غير ما يسأل نفس الأسألة خطر هي مفسرتها على الأخ اللي مافهمش شوي نزم يعاود الفيديو مرة أخرى ويفهمش كاعدة تقول وأي أسألة جديدة حطوها في التعليقات وين بش نخوهم وهي بش جاوب عليهم لأنه هي عندها ديري أكثر حتى مني أنا وبش تعاوني على الموضوع هذا لأنه لقيت طلبات برشا برشا عليها هي الأحسن مش من نجمش أما أنا نعاون وبش نقول لكم عليهم زيدا كتاب دفهم حاجة نسحق لهم لكن أي سؤال يجيني طوا بش نكتبو ونحطو ونحطو في ورقة ونعطيهم لهي اللي بش تجاوب عليهم كل وتجاوبكم بالتفسير وللي مافهمش حاجة يقول لكن هنأكدكم اللي هي حتى تفسير كامل مفصل على الهجرة وأسهل طريقة زيد كما شفت العنوان منش بش نطول عليكم على خاطر أنا زيدا منحبش نطول بديجاهه أريدي الفيديو معناها طويلة شوية لأنه حاب تفسر بكل شي لأنه طلبات يومين نفس الأسألة تجينا فنتمنى أنه هذي الفيديو يوصل لكل الناس وأعملوا شئ بارتاجي خطى برشا ناس تحب تفهموا واللي عندكم أهلكم عندكم اللي يكون وانتوا ما زادوا انتبهوا حتى تفهموا واللي مافهمش وللي ناقص حاجة معلومة ما حتى ينهيش وما تكلمتش على بنتي يكتب لي سؤاله في التعليق وانا ان شاء الله نجاوبوه ان شاء الله بإذن الله دوا نخليكم مع بعضكم ونشكركم بارشا بالنسبة خاصة للناس اللي يدخلوا اللي يجدد يرحموا قلديهم وان شاء الله ربي يبارك فيكم الناس كل ونحبكم بارشا 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 ورمح لكم محلة تعليقات متاعكم اللي هي تزيدني عزيمة على المضيء في هذا اليوتيوب اللي أنا حبيته من أجلكم انتوما وانتوما حاببتوني فيه محلة كلمة ماما من عندكم وخالتي وططة واختي زاد وكل شيء مرحبا بيكم ونتعدى ونخليكم معا بنتي نور وتفاصيل الهجرة بأسهل الطرق عسلمة اليومة بش نوريكم كيفاش تعملوا الإكسبرس أنتري في كندا وكيفاش نول حاجات اللي لازم انتوما بش تعملوها بش جيكم البوانات متاعنا طويقة بش نعملوا تست بش تورينا كيفاش انتي واذا كان يندرى يوافقوا لك حسب الحاجات اللي عندك انتي طويقة يعني عليها مو مية بوان ولازم نجمل سبعة وستين طويقة بش نمشوا مثلا السؤال اللولاني السؤال اللولاني معنا يقول شن هو الولاية اللي انتي تحب تسكن فيها كما قلنا عن الولايات في آخر الفيديو بش نوريكم الخريطة بتاع كندا وش نورو وين الولايات وين احسن الولايات وش نورو التقص فيها المهم طويقة ساس كاشوان من اقل الولايات الكثافة السكانية فها مليون ومية واربعة ومستين ساكنة ومعنى التوبة زادة كيف كيف معنى التوبة حتى هي مليون وبرسك 300 ألف نختاروها ونشوفوا ما هو اللي يساعدنا وش نورو الحاجة اللي بهي معنا وش نورو الحاجات اللي نجمو احنا نعطوها ونتعضوها وتعاون بش نجملو البوانات اللي نجو الهوني طويقة بش نورو نختارو كما قلنا عن برج كولومبيا ماناتوبا نوب رانزورج نوفنلند نورث وست نورث واسكوشا نونوفوت انتاريو اين كيبك هذي السؤال لوني سهل ياسر شنو الحاجة انتي لازم تعمل الحاجات وتلوج شنو بالضبط انتي الولايات اللي تبع لها واللي هي تساعدك في اكثر حاجة انا كما قلت مثلا ساسكاتشون ولا ماناتوبا مخير من هكيك بعد ذلك ما نعملو السؤال لوني باش طويك نتعدى للسؤال الثاني واللي هو خاص باللغة كيما تشوفوا طويك بشي سأقولوكم اشنو الحاجة اشنو التست اللي عملتوه اللي انتي بشتوريه اللي عندك انتي لغة مثلا عندك النوعات هذو ما لازم تعملهم وفرما بلايس سبيسيال اللي انتي تستطيع تقدمهم ويلعتوها لك اووين بضبط هي عامين مثلا اذا كان عملت التست هذو ما انتي من قبل يندرى وقتش الوقت خاطر هو مهم يسر الوقت اللي هو عندك عامين برسك عامين من الوقت اللي عملت التست فيه مثلا احنا نقول اعملت التست هذو في عام 2019 يعني انتي عندك تويكة حتى العام جي بش تكون به اذا كان مثلا انتي عملتو السؤال ولا عملتو الامتحان هذي وانتي عملتو مثلا ثلاثة سنين التالي هذي لازم تعودو مرة اخرى ويقولون لك مثلا يندرى فنعم عملتو باشا كيكة يعرفو يندرى انتي يصلح ولا لازم تعودو مرة اخرى كمنا هكا ندخلو الدات ونشوفو كيفاش كما نشوفو التويكة نحط عليها ويعتو لازم نجاوب عليها انتي والتست اللي عملتو فيها تويك ويحطوك ويقولوني قداش عملت فيها على على اربعة مراحل عندك تتكلم الحديث عندك الليسنينج هو السمع عندك الكتيبة وعندك القراياء وتحسنا وفاها اللي لازمك تكون موجودة وبعد ذلك لازم 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 تعرف لغة ثانية يلازم مثلا تعرف فرنسي كل لغة أولى وللغة لانجلي تعرف كسونا لغة ثانية بنصير يكون عندك من نوعات مخير ثانية تحب نجم تحط شنو الحاج تحب عليها انتي لقيتها اذا كان ما عندك ما تقلق حكاك نجم تحط ها على اساس انتي ما عندك لغة ثانية ما تقلق حكاك وبعد ذلك تبدل وتمشي للسؤال اللي انبعد انتي كما شفنا الطويقة بين الطويقة عنا في الصورة انتي وشنو تختار وشنو لازم تكون عندك اللي انتي عملتها تست ك مباي السؤال اللي بعد طويقة skill experience اذا كان الخدمة متاعك مثلا قديش خدمت خدمت يندرا خدمت في كندا no باش تعمل no وعندك الاخرى زادة اذا كان انتي اذا كان ما عندك ش خدمة كما تشوف طويقة عندك skill A B zero شنو الحاجات انتي اللي خدمت فيها وش نو الحاجات اذا عنا skill level A which is doctorate ولا يعني عندك phd عنك B مش مثلا كما الكتريسيا plombier سباك حاجة كما هك كاك و skill type zero اللي هو مثلا managers فما فما برشة خدم وفما برشة انواع اللي هي كندا مستعرفة بها وبين سير بش نحضركم في link below بش تشوف انتو ما الخدمة بتاعك انت ولا الخدمة بتاعك انت تناسب مع متطلبات كندا ولا كندا اللي لوجوع لها بينصور بتبع انت وش نوع الاكسperience متاعك وانتي ش حابب وانتي ش عندك اكسperience يا انترا عام عام ثلاثة سنين بينصور كل ما تكون أكثر كل ما تكون خير وكل ما تكون أكثر يعني الاكسperience متاعك تكون ما خير ما فاها السيتة ذا اللي قلت لك عليها فاها براسك فاها خمسين صفحة توري فيك انتي شنوى يعني اذا كان ما خدمتش في كندا ما تقلقش ما لازم تكون انتي قاري ولا خادم فاها انتي في بلادك في في اي بلاد عربية وين تكون المهم عندك خدمة متاعك ويستعرفو لك بها ام طوي نمشي شوف طوي كمثلا ستة ولا ربعة سنين ولا خمس سنين انتي واش نوع قضيتها خدمت فاها و بيانسير كل ما تكون تخدم اذا كان خدمت في كندا قبل بيانسير تكون فاها ما خير اكا طوي تشوفو نتعد السؤال الثاني بانسير السؤال الثاني متاعنا هو عالفلوس وقدش عندك وقدش لازم تجيب معاك كاقل حاجة بيش تنجم تعيش روحك وتنجم كما نشوفو الهنا طوي المنموم بتاعك لازم تجيب 12.960 يعني يجو براسك بالتونسي 26 مليون منعرش انا كيفاش في البلد العربية بفهمو برشا سيتات اما لازم تكون الاقل شي 12.960 كما كل ما تكون جايب معاك اكثر تولي الثاني كيف كيف كل ما تجيب اكثر معاك بينصير كل ما تكون عايش مرتاح خاطر انتي تاوي كا مش دين هنية تعيش على وحدك مش 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 تصرف عليك الـ خاطر انتي جاي هوني على حسابك واذا كان عندك خدمة تكون بانصير اكيد خير ما خير خاطر تديجا باش تلقى خدمة حاطست نفيك هوني اما اذا كان ما عندك ش خدمة ولازم تلوش فما كري وفما مصروف وفما ما كل شي اللي انتي تجي تصرف وتجي باش تاكل وتعاون روحك كم نشوف هنا انتي وقدش العلاق متاعك الوحنا كيف ايش انجي طوي سؤل اللي بعد كما نشوف هكا طوي قدش نشوف ام 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 طوي نمشي للسؤال اللي بعد اللي هو يندر عندك فالد عندك خدمة تستنى فيك هوني وإلى لا مش بالضرورة اللي انتي عندك خدمة تستنى فيك فما موقع اللي هو اسمه jobbank.ca في خدم اللي هو سيد حذا بتاع government اللي وجو عليه خدمة بار خدمة البرة ولا خدمة يعبد في الداخل تنجي وتقدم عليه وتشوف شنو الخدم اللي موجودة وشنو الخدم اللي مطلوبة في كندا فما عنوية مطلوبة تلقاها بكثة وفما خدمة اللي مش زيدة عليهم الطلب بحي طوي نتعدي للسؤال اللي بعد واللي هو قداش عمرك بيانسير العمر هو حاجة كبيرة تاخذ كل ما تكون عمرك أصغر بيانسير كون ما تاخذ أكثر بوانات تحت 18 سناء ما تاخذ حتى بوان ما ما بين أحسن عمر ما بين العمر ما بين العشرين تسو عشرين خطر انتي بيش تقعد تقدم وتخدم و كندا يعني 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 اللي هي توري اللي انتي يعني تحب تخدم وتحب انتي تقدم وتعمل مجهود وباش انتي تستنفع بيانسير وتنفع البلاد معك حاذي حاشة حاجة عادية جدا جدا ناس يكون تخدم ناس يكون تقدم تاكسز التاكسز يخلص بيه الكري خلص التتصليحات اللي في البلاد يعني كل ولاية وانتي الولاية رفاحة فما ولاية غنية فما ولاية فقيرة انتي والولاية كيفش ماء الفلوس هدهما وفما فلوسك بيانسير يمشو للريت رات متاعك والشوماج اذا كان الله اللي يقدر مثلا خدمة متاعك ما فميش ام بيانسير اشنو الخدمة ولا اشنو القرايا متاعك القرايا متاعك هذي توراها كيفش من حاجة من تحت الباك حتى للدكتورة بيانسير خاطر فما من الاقل حاجة الاكبر حاجة كل شي موجود كل شي مطلوب الحمد لله يخدموا فها اذا كان خدمتك انتي مطلوبة في اي مجال ما تقلق هكذا تويكة بعد هذي هما اربع اسألة تجاوب عليهم اذا كان انتي تعرف عندك مثلا في الخدمة متاعك يعني الكلاسات والتيب اللي كندا تحب عليهم انتي وإلا لي ولا خدمت في كندا ما هي اش حاجة كبيرة كان ما عملت ولا واحدة منهم قول ما اكيد انتي على الاقل مش تعمل منها واحدة خلق انتي اكيد خدمت بعدها توريك لي انتي مثلا شنو استاتيم تاعك معرس مطلق اي حاجة مثلا ولا ولا عازب ولا عازبة never married single باش تعمل هكيكة باش تجاوب على باش يعرفوك انتي معرس خطر في تونس هي ممنوعة باش تاخذ اكثر ممرأة بتبيعتها هي ومبلوست دا في كندا اكيد تعدل زوجات ما سو انتي ومبلوست بتاعك هتريد باش الريزلطة تاويكة مثلا نخرج الهنا يقولك مثلا هذي يعطيك الرفرنس النمبر بتاعك ويعطوك 60 يوم باش تستعمل الرفرنس هذيكة باش انتي تقدم والابليكاسي انلاين باش هكيكة تاويكة هذي باش نجيبو تاويكة السؤال الفيديو الثاني باش باش يدخلوك باش يعملوك لابليك الابليكاسي بتاعك تاويكة بعد ما عملنا التست هذيه وقالونا انتنجم وتعمل اونلاين فما تاويكة باش نوريكم اللي انا شنو الاكثر حاجات اللي انتوما تنجم وتاخذ وقوان ات باش تنجم وتجملك 67 في المية خطرها هي مهمة جدا 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 فما حاجات تنجم تعمل فها فونات اكثر اكثر من الاخر مثلا ك لغة لغة هي تكون على اقل شي سبعة وما اكثر باش تقرأ وتكتب وتسمع وتقرأ وتكتب هي تكون لازم تكون سبعة كل ما تكون اعلى كل بصير ما تكون ماخير وعندك زادة معها يعني هذه اللغة اللولانية يعني 24 بوان على 28 اذا كان تسعة وما خير بيستم تجمل 24 نقطة وفما نقطة اخرى زادة 4 بوانات اخرى تتحصل عليهم انت انت بيستم بيستم اللغة الثانية اللغة الثانية اللي هي إذا كان اللغة اللونية كنت تعرفها عنجلي اللغة الثانية هي فرانسي وأقل حاجة من CLB اللي هي تعال كندا تتعمل بها مستعرف بها في كندا أقل حاجة تكون level 5 خمسة أقل حاجة هذي واذا كان انت كلها تعطي كفاها خمسة يعطوك 4 بوانات هذي اللي عليها تويكة الموجود عليها تويكة اللي بعد قرية القرية هي على 25 بوانات 25 بوانات انت وش نوع القرية بتاعك كيما قلنا قبيل لك عدا level A عدا level type A skill A skill B C و type 0 type هذو ما اللي نلقى لها طول هم نحط لكم اللين below تعرفوه انتو مش نوع كل ما تكون على قرية كم وش هذا بيصير مش تاخذو مخي كيما واني فيكم طويقة هذي السيد هذي هكا مش يعمل تمشي غديك وتحط اي خدمة بتاعك انتي وين تخدمة بتاعك انتي ويقول لك اللي شنو هي وشنو هو type متاعك مثلا skill ولا type متاعك من سباك ل حاملة اكمل اكترسيا اي حاجة انتي تخدمها تنجم تلقاها غديك فما براسك 50 صفحة اللي هي توريك في هذو ما الكل مثلا نشوفو احنا تشوفو اي page random توروهو وشوف كيفاش مكتوبة شوف كيفاش العمل تالخدمة تكون محاسب المحاسب هو skill a انتي وشنو تلوج وانتي وشنو متاعك بالضبط وتلوج عليها وتلقاها وكل كما قلت انا كل ما تكون بينصير على مرتب في القرية بينصير بش تكون على منحك بانصير هذي حاجة مستعرف عليها بكندا وهذي الحاجات المنموم بتاح هما برشة حاجات وفما برشة انواء متاح خدمة المهم تكون مستعرفة بها والمهم تكون في الليستة غاديك فما برشة لك خمسين صفحة من كل الخدم توريك اللي حاجتهم بها أول تعم أكيد تلقى خدم غاديك وكثر الإكسبرينس بينصير هذي القرية متاعك اللي يمشي للثانية هي الإكسبرينس 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 الماكسوم تاخذ عليها خدمتاك 15 يمشي يمشي تخدم 30 ساعة في الجمع على عام وإلا تخدم 15 تخدم 15 ساعة على عامين لازم فما سويا موحدة اللي انتي تنجم تجمل هم وإذا كان مثلا قرأتك قرأتك في كندا ولا البرة ولا أي حاجة انتي عملتها تتحسب لك في اللوتا كما مثلا اللي عندك خدمة عام بتاعتك عش تسعى خدمة عامين تتلاث حتيش انتي واشنوه وانتي وين عامل بينصير الحاجة الأخرى زادة اللي هي تكون موجودة مثلا الخدمة بتاعك ولا القرأة بتاعك إذا كان القبرة لازم تتفسر ولازم تتبدل فما بلايس موحددة يمشولها بش يترجموا لأشي هات بتاحهم وبيش يبدلها اللي هيا يندرأ اشنا وهذه بالضبط خاطر كندا مش مش شهد الكل تستعرف بها مش في البلده اللي كل تستعرف به وطويقة نتعدل على العمر العمر في كل ما يكون العمر كما قلت قبيلا أقل كما تكون مخير يعني 18 سنة تحت 18 سنة ما بين 35 و 12 و كل ما تكون تكبر عام في العمر حتى لين تصل 47 سنة 47 سنة فوق ما يعطوك حتى بوانات هذه كما قلنا يحبوك تخدم ومبعد لك الحاجة الأخرى انو الخدمة اذا كان عندك خدمة وتستنى فيك يعطوك على عام تكون ويعطوك فيها 10 بوانات انتي و السيتيو بتاع و انتي و الخدمة بتاعك مدنج مش تكون مثلا الخدمة متاع شتاب بركة ولا خدمة متاع صيف بركة هذيك مستعرفوش بها لازم تكون خدمة متاع فول تايم على الأقل العام كامل ومبعد تلك هذيك وانتي الخدمة متاعك يعني يعطوك ماكسيموم تنجم تاخذ فاها اللي انتي تنجم تاخذ فاها 10 بوانات حاجة الأخرى اللي هي إذا كان تجيب زوجتك أو زوجتك مع يعطوك بوانات زادة البوانات هذو ما كان لأتي كان عندك قرية كيف كيف يعطوك بوانات على هذيك الخدمة اللغة برشا حاجة كيف كيف يعطوها لك إذا كان تخدم البرة ولا خدمت في كندا ولا قلت البرة ولا قلت في كندا يعطوك بوانات صغيرة ما كل بوان يكيد بين سير تعاون في أي حاجة تعاون كما كما قلنا في أي حاجة تنجم ذيك ربوانات تطيحك ولا تنجم تعاونك والحاجة الأخرى اللي هي تعاون زادة يندران عندك شكون تعرف ويقرب لك عايش في كندا ولا لا يعني لازم يكون 18 سنة على العقل يكون رزيدونس ولا عنده سيرزن عنده جنسية الكندية هذيك يكون الرئيس التي يقرب لك هذي يجب يكون يعني بوك ولا أمك مامتك ولا باب عزيزك والدك والد والد وإلا يكون مثلا إخوات إخواتك ولا إخوات راجك ولا مرتك معهم هكيك وذات حاجة أخرى يكون مثلا عمدك وإلا عمك ولا خالك ولا خالتك يكون من عندك إخوات ولا عمات ولا خالات راجلك يعني مش بالضرر يكون يكون بالدم أو بالمغياج تقرب الهو وإلا عندك مثلا يكون نفي ولا نيز يعني ولدغتك ولا ودغتك ندرها تكون من راجلك وإلا من مرتك ولا اللي هو ما يقلقش هكيك على خطر إمو يجب لازم يكون أقل أكبر من 18 سنة الحاجة الأخرى اللي يحنا لازم نخزر لها ونعمل لها اللي هي شنو قداش تجيب فلوس معاك الكندا وقداش أنت تحتاج وشنو الحاجات اللي هي تنجم تقبلها وتنجم تهزها معاك الكندا مثلا انت بش تجيب وحدك مثلا 12,960 اللي هو وقداش تجيب في بلادي المهمة تجي منموم 12,960 يجو 26 مليون تونسيات كل ما يزود العدد معاك كل ما يكبر كل ما تزيد العدد معاك الفاميليا بش يجيب معاك كل ما الفلوس هذيكم تزيد يعني إذا كان زوجك أو زوجتك 16,135 ومية وخمسة وثلاثين ألف دولار بش يجي بش تنجم تعاون نوحك وتنجم تقرأ وتنجم تخدم وإذا كان ما عندك الخدمة متاعك بينصير الحاجات الأخرى لازم تكون مثلا لازم تعطيهم بروف اللي الفلوس هذي موجودة عندك يعني جيب جواب من البنك متاعك فيها المحتويات اللي الـ قومت متاع كندا يحتاجوا لها مثلا الورقة هذي لازم تكون فاها اسم الكون الادرس والتليفون والإيميل متاع البنكة وفاها بينصير اسمك والعنوان اسمك كامل شنوه اللي كان انت عندك مثلا قرض وإلا عندك سيارة تدفع ولا عندك رهبة ولا عندك سيارة ولا عندك دار ولا عندك وشنوه هي البالس اللي انت مازل تسيرهم للبنكة إذا كان عندك فيزا وإذا كان عندك مثلا فيزا ولا أي حاش كم من هكيك وحاجة أخرى مثلا الورقة هذه لازم تكون فاها النمبر تاع الأكونت متاعك وقت تحلت الكونت وقت تحت الكونت بتاع البنكة والبالس قديش فيه يعني قديش فيه فلوس طويق والحاجة الأخرى هذه المهمة جدا جدا اللي أنا أقولها ديما اللي هي ما تكذبش عليهم اللي عندك عندك مثلا إذا كان كذبت عليهم ترسلك توحل في مشاكل أنت غني عنها يعني مثلا الفلوس الفلوس يحتاجوا بالأفراج بانس بتاع ست أشهر يعني قديش عندك الكونت بتاعك فيه مدة ست أشهر ويقسموها على ست أشهر وهذا يشوف وشهر قديش عندك كان قديش اللي أنت تستلف الفلوس من عند قريب أو صاحب أو شخص تعرفه لازم المفروض تكون الفلوس متاعك أنت ما تكونش اللي هي أنت مستلفها من عند أصحابك المهم كيف أنت ما تشي لحني لازم أول ما تدخل لك أي فلوس عندك لازم ديك لازم دي ديوانة تقول للي أنا عندي أكثر من عشر ألف دولار لازم إذا كان إذا كان إنت ما تصرح وما تقول لهم ش اللي عندك الفلوس يصير مشاكل أنت غنى عنها أصلا ويأخذ لك الأشياء اللي عندك ويعطوك اختياء اللي أنك أنت خبيت وما قلت وما صرحت اللي عندك الفلوس والحاجة أخر أي ورقة فاها تثبت اللي عندك مثلا فلوس داخلة اي شيء مثل هذا الشبي والحاجات الأخرى كمان إذا كان عندك مثلا شك money order travel checks ولا banker's draft أي فهم حاجة فهم نوعي تعال فلوس أنت بالضرورة اللي لازم تقول لدي وانا عندي هذا المبلغ وعندي عندي مدخل بهذا الفلوس باش هما يعرفوا أنت قدش مدخل للبلات هذي كان حاجة الوحيدة اللي كندا مستحيلة وحاجة الأكيدة اللي انت باش لازم تعرف بها ما ما تكذبش في الابليكاسيون في الابليكاسيون بتاعي خاطر إذا كان تكذبت ولا ما قلت لهم ش ولا قلت لهم انفرميش غالطة تلك في مشاكل اللي انت لا غنى عنها ونقولها في مشاكل لا غنى عنها باش أنا طويتا باش نوريكم كيف نجموا تجملوا أكثر من بونات يعني أكثر شي تجموا تاخذو اللي هو 1200 نقطة زيتة باش حكاك انتو باش تعملوا الابليكاسيون بتاعكم باش يعطيكم الرانكين بتاعكم يعطوه لكم على قد تش جبتوا بونات يعني كل ما تجيوون اكثر كل ما تكونوا عالين بانسر الحاجات هذو ما كما نفس الواحدة عندك core which is human capital factors يعني العمر القرية اللغات و canadian work experience مثلا اذا كان انت مع مراجلك ولا مرتك ولا انت ولا هو يكونوا جايين على اساس وحدهم تفرق في البونات مثلا انت عمرك اذا كان عمرك ملكنا دا محتاجة لي فما في اللخ اخذ اكثر ماكسموم تاخذو مثلا 110 القرية ماكسموم تاخذها 150 اللغات 160 واذا كان عندك experience متاع خدمة في كندا زادة حتى هذيك عندك experience وتاخذها ماكسموم 80 الحاجة الاخرى البيتا ويكة اللي هي زوجة ولا زوجتك ولي ياخذو point يعني اذا كان قرية ماكسموم 10 أو لغة ماكسموم 20 واذا كان عندك experience في الخدمة يأتوك ماكسموم 10 يعني اذا كان تاخذ انتي الA والB core slash human capital plus spouse or common law partner factors كتجمعوهم ولي ماكسموم 500 مع الpartner وإلا لا فما فرق ما بين البونات بس البونات اللي جايين مثلا اللي جايين مع زوجاتهم ولا أزواج هم ياخذو 10 أقل لكن في البيت إذا يعطوهم لهم ياخذو ماكسموم 500 إذا كان انتي عزب جاي لحالتك لحالك ولا الحالة وإلا عندك اللي بعد اللي هي skills transferability factor اللي هي إذا كان اتخذ ماكسموم لأحدة ولا الأخرى مثلا اللغة بتاعك بهي ومعها قراءة يعطوك ماكسموم 50 شوف لحن يعني إنتي وإلا عندك experience كندي وبلس قراءة يعطوك 50 إنتي وين تقرأ وإنتي وين عامل أش عامل بالضبط في البوانيت إذا كان عندك مثلا work experience عندك خدمة مثلا experience البرة مبه مع لغة قوية كنيدي language benchmark وش CLB level 7 أو أكثر مع خدمة experience ياتوك 50 وإلا إذا كان خادم لنا وعندك experience في كندا ياتوك 50 الثانية إنتي وال experience اللي عندك هذو ما تزيد معهم إنتي الثانية وإلا الثانية وإلا الثانية نقطة مع يعني إذا كان إعاد هذي آ مع ب مع س وإلا آ ومع س إذا إذا كان جيت من غير زوج أو زوجة آ أو ل س المهم يكون ماكسموم أمتاع 600 بو عندك في additional points فيك تاخذ بوينتات أكثر يعني 600 أخرين ماكسموم مثلا عندك أخوة لأخت عايشين في كندا جنسية كندية أو رزيدانس 15 نقطة فرانش لينجوش سكيل 30 قرية في كندا 30 عندك خدمة في حاضرة تستنى فيك في كندا 200 نقطة 200 نقطة يعني هذي كثيرة وعندك تيان nomination هذي provincial فما prevent لك فما ولايات يقول لك مثلا أنا بش أنا بش نجيبك nomination هي a little bit complicated سعيبة شوية ما نجم تشوف مثلا تمشي في ولاية معينة ويحبو على عباد جو ما انت ما عندك الحق ما تعيش كان في الولاية هذيك لمدة أعوام معينة بس لا أعرف بالضبط إذا كان هذي مثلا عملتها translate بالعربي تنجم عندك عندك google تنجم لعب العربي تحط ها وتنجم تقرأها في راحتك بالعربي أنا أسهلي بتبيع باللغة الإنجليزية خطر أنا من نجم هش من سيت وين حطيت هاتوي ك بأسهلي أنا نفهم أسهلي أسهلي بلانجلي الخطر بالعربي نقرأ مش ما نقراش ما ما نفهمش قرأيا نقرأ ما الفهم الصعيب عليها يعني إذا كان أنت تقرأ بالعربي ولا بفرنسي ولا بأي لغة ثانية باش تفهمها باش أنت ما تغلطش بيصير باش أنت بتقدم عليها وتحاجة تفهمها خطر لازم تفهم الكلام ولازم تفهم الأسئلة اللي يحبوا عليها هما وما هي صعبة لازم تكون فهمها وباش تكون أسهل لك بالكل عنا المهم تويك ال احنا شكونا تويك فما حاجة مثلا من هنا إذا كان جدت ال-A,B,C وال-D يعطوك ماكسيموم متاع 1200 نقطة 1200 نقطة ما مش صعبة مش استحالة لكنها صعبة صعبة على الأخت البونات للعمر يختلف هنا يعني كل ما أنت عمرك أصغر كل ما تكون خير تحت في 11 سنة ما يعتوش حتى بونا بس أحسن عمر يكون ما بين 20 و 29 تاخذ أكثر بونات موجودة كل ما تكون عمرك أكبر كل ما تنزل يعني مش هذا مش بالضروري اللي أنت 40 سنة سهلة وتقدم يعني عمرك 50 سنة 40 سنة يعطوك 50 يعني باهية مش المفروض أنت تاخذها وبعدين نشوف في قرية القرية متاعك إذا كان عندك أقل من الباك في تونس بكالوريا ما يعطو شي أكثر من الباكالوريا بيعطو مثلا 33 30 إذا كان عندك مثلا كل ما تقرأ أعلى كل بينصير ما تاخذ أكثر أكيد إذا كان عندك دكتورة 150 هذه أعلى شي تاخذها يعني أنت وال القرية اللي عندك وأنت والنوعية الشهادة العليا بتاعك بيصير الماكسموم بتاع البوم بتاع اللغة 32 مع الزوج ولا الزوجة ولا 34 من غير الزوج ولا الزوجة وعنا كنشوف الهن كل ما طابت فاهم موجودة ب ب ب ملة في كل شي أي شي أي شي أي شي تعمل الأسألة ولا أي بونات ولا أي شي أي شي موجود أنا بينسير بش نحط لكم ال الزوجة كبيرة الزوجة غادي كنشوف بها نوفا سكوشا نوفلين لابردور نزاد PEI آيلاند نو برنسويك نو برنسويك ولاية أخرى اللي هي تحكي بال فرنسي يعني مش كيباك الوحيدة اللي هي تحكي بال فرنسي فما ولاية فهم مدن يحكو بال فرنسي يعني مش بالضرورة فما كيباك كبيرة موريال هي بصراحة موريال مشيت لها بها ما هيش موريال مش كيباك بحق طبيعتها مش كما كندا كاملة كيباك عندها قوانينها خاصة بها وعندها وعندها حاجات اللي هما يعملوا بها خاصة غير على البلاد ككل تحكي هي بها مشيت لها فهز ده كيباك سري كيباك سيكد الحقيقة ما مشيت لها حبيت أنا مشي لها ميكي كيباك موريال أنا خاطر تونس على هنا موفم تونس برشا فما حوين ضع دي كيباك فما مش نالها في موريال لقينا مونتريال لقينا حانو تصغير فيه بصراحة أنا سمعت فيه أبلة وفيه بوغا سيدر أنا جنوني أبلة ما ماشي موجودة وين نس كنوا وإحنا ماشي تونس مشي نالو فيه كل شاي ما فيه تونس كي انك عايش في تونس كي المشكل المشكل الحانوط في تونس تشري من عندي اللي تخيل مخوك اللي تتخيل مخوك عندك هريسة هريسة موجودة ما مش كثرة موجودة زيزي سونا زيزة عنا موجودة لهنة معنا احنا لبنانيين وعنا سوريين معناش نورد افريك معناش مغربة معناش تدير ايا ما معناش تونس هذيك اللي الجسد اللي هي دي فرنس على على وين نسكنوا احنا ما إذا كان انتي مش بالضرره اللي كانت تعرف انجلي تنجم فيما ولايات برشا اللي تنجم تتعدى بحضيهم وتنجم تسكن فاصلهم وتنجم مثلا تلقى رحتك فيها ومش حتى مشكلة مش بالضرره مش كان كيباك كيباك بالاسهل خاصة الفرنك الفوني كما مراك والجيريا وتونيس يمشوا وبرشا لبنين يحكوا فرنسي يمشوا غاديك الخطر الاسهل للنغة انا نتفهم بانصير انا نتفهم انا خطر نعرف وانجلي يعني بذلك انا بش نمشي غاديك الكيباك مش بش نلقى بش نضيع شوية خاصة ان اذا كان انا ما نحكيش فرنسي كل يوم نحكي نفهم نفهم ما الكلام بتاعي اكيد صعيب ما يكون واحد يتعلم يتعلم نتعلم شوية نعرف شوية فرنسي يعني اذا كان ما بين عباد دي ما يحكوا فرنسي نتذكرها ونولي نحكي بالسهل ما هيش صعيبة ما لاقت راح لايقر لاقيا راحتي في ولاية متاع انجلي بالتبيعة انتريو زادة انتريو حزو الاخرى اللي هي فها كثافة سكان هي كبيرة مثلا تورونتو جي تي اي اريا اللي هي فها 4 ملايين سكان ولاية وين نسكن احنا البرتا كاملة 4 ملايين سكان يعني انت تشوف وين تشوف من الاذكى تشوف في ولاية اللي هنها محتاجين ناس ومحتاجين ناس يعمروا فها كما قلت مثلا انتريو من نوعية اللي فها كثرة السكان عندك وبريتش كولومبيا نفس الشي فينكوفر معروفة فينكوفر الغالية للغاية معيشة بتاحها الغالية للغاية و ومش كيف كيف مثلا تلقى راحتك في مثلا في ولاية اخرى من ولايات اكيد كما تاوي شفنا انا نقول مثلا اعمل ريسرش شوف وي شنو شوف شوف اين الولايات الحاجة الوحيدة اللي انتي مش مش تهرب منها انه هو تاقص تاقص كندا معروف بالبرودة تتقلب يسر نحكي اكيد كل ولاية عندها عندها متاحة فها فلش كل الا مثلا فينكوفر فينكوفر كان المطر كان المطر وفكتوريا 95% من ولايات متاح كندا وكلهم فها مثلش يشوف تاقص مثلا فينهار واحد تشوف اربعة صيف اشتاء خريف وربع يعني الثلج متش تهر منه تتعود عامل وين عامل ثاني ما فاماش السخنة ما فاماش التقص السخون اللي موجود عند العرب يعني في الصيف يجي مثلا اسبوع ولا اسبوعين فها تقص السخون والباقي يبرد عادي انا تعودت اسهل هذيك الحاجة الواحدة كندا فيها برشة بتنشو فيها برشة حاجات انتي تنجم تاخذ منها وتعطي على قد انتي ما تعطي كندا تعطيك كوقت كخدمة كاي حاجة في مناطق جذابة في مناطق كثير كبيرة في كندا تنجم تمشي لها تنجم تزور يعني ياس بعيدة ونتصور انا برشة عباد كيشوف ويقولها والله بعيدة باش نمشي راكباش باش راوح لبلادي طيارات الآن موجودة 24 ساعة تكون في بلادك 18 ساعة تكون في بلادك انتي واشنو مثلا في كيباك من كيباك لتونس ومغرب وجزائر قريبة فما طيارات ديركت ما بين تونس وكيباك ومريال ومصر ومغرب وجزائر ظهر لي ما كأنا مثلا باش راوح لتونس لازم يناخذ ثلاثة ساعة طيارتين وساعة ثلاثة طيارات ما ما هيش بعيدة لأي مكان في العالم تاويك تنجم تمشيلوا وتنجم تزوروا وإن شاء الله يكون هذية الكلام هذية والتفهيم وال وستب باستب اللي كديت اليوم يعاون يسر إذا كان انتو ما عندكم أسألة أخرى وإلا questions or concern or anything like that please feel free to leave below thank you so much and don't forget to like subscribe and share thank you bye